رغم استمرار أعداد ضحايا وباء كورونا باتت الدول الأوروبية على أبواب العودة إلى انفتاح كامل مع توصية المفوضية الأوروبية اليوم برفع كل القيود على الحدود الأوروبية الداخلية في الخامس عشر من الشهر الجاري حول هذا القرار وعن تجربة أوروبا في التعامل مع الفيروس حتى الآن ينضم إلينا في نشرة الأخبار السيد لؤي المدهون خبير قناة دي دابليو للشؤون الألمانية والأوروبية سيد لؤي أهلا بك في نشرة الأخبار أهلا بكم مساء الخير مساء النور سيد لؤي مع هذه التوصية هل يمكن القول أن أوروبا حسمت أمرها بالعودة إلى فتح الحدود وتشغيل القطاعات المختلفة بالرغم من استمرار معاناتها جراء وباء كورونا أعتقد أنه من الصعب الحديث عن أوروبا ككل هناك فروقات وتباينات بين الدول الأوروبية لكن ما يمكن القوله في هذه اللحظة أن القارة الأوروبية تجاوثت ذروة هذه الجائحة الآن تحاول المفاوضية الأوروبية تنسيق العودة إلى الحياة الطبيعية داخل الدول الإتحاد الأوروبي وأيضا تحاول الاستفادة من الأخطاء التي اتكبتها في بداية الجائحة وكان أهمها غياب التنسيق وغياب تفعيل لاتفاقيات التعاون المشترك داخل الإتحاد الأوروبية نحن أمام نقلة نوعية لكن لا تعني نهاية أو تجاوز كامل للوباء نعم سيد لؤي الاتحاد الأوروبي واجه مأزق داخلي وصف هذا المأزق من قبل العديد من المحللين بأنه يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك طبعا كما تعلم الخلاف ما بين ألمانيا وفرنسا هل بنظرك خرج الاتحاد من هذا المأزق وإذا ما خرج كيف خرج أعتقد أن الأزمة السياسية التي رافقت سوء إدارة أزمة كورونا في البداية أن هذه الأزمة تم تجاوزها داخل الاتحاد الأوروبي لأن الدول الاتحاد الأوروبي تجاوزت الخلاف الأكبر بين دول شمال أوروبا بين ألمانيا والنمسا وهولد ودول جنوب أوروبا وخاصة الدول الأكثر تضررات من هذه الجائحة وهي إسبانيا وإيطاليا تجاوزت هذا الخلاف عن طريق التوصل إلى صيغة مهامة جدا تتعلق بضرورة الاستفادة من الجائحة وتوفير آليات جديدة لعادة إنعاج الاتحاد الأوروبي القاطرة الأوروبية الهامة وهي المحوى الفرنسي والألماني ساهمت في الاتفاق على حزمة دعم اقتصادي وهي أكبر خطة اقتصادية يتفق عليها الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو هذه الخطة الاقتصادية أعلنت عنها المفاوضية الأوروبية قبل أسبوع وهي جاءت بعد موافقة ألمانيا أخيرا على دعم آلية القروض المشتركة لدعم أو لإعادة إنعاش الاقتصاديات الدول الأكثر تضررات من الجائحة سياسيا أعتقد أن على أوروبا الاستفادة من هذه الجائحة عن طريق تنسيق أو تأسيس لتنسيق أكثر فيما تعلق بقطاعات الصحة والاقتصاد وأيضا فيما تعلق بسرعة رد الاتحاد الأوروبي على كوارث كبيرة على غرار جائحة كورونا في المستقبل إذا تكررت هذه الحوادث طبعا نعم سيد لؤي من خلال قراءتك للتجربة الأوروبية ومقارنة هذه التجربة بتجارب الدول الأخرى لسيما في المنطقة العربية يعني عندما نتحدث عن ألمانيا فجميعنا يعلم أن ألمانيا دولة ذات اقتصاد قوي وكبير جدا وهي دولة صناعية بالدرجة الأولى ربما أثر إغلاق الحدود ضمن الاتحاد الأوروبي على صادرات ألمانيا إلى الدول التي يتم تصديرها إلى باقي دول الاتحاد كيف تم التعامل مع هذا الموضوع وبالذات أن 70% من هذه البضائع يتم توريدها إلى دول الاتحاد نعم هذه نقطة مهمة جدا نعتقد أن الضربة القوية أو الموجعة لإقتصادية الدول الأوروبية كانت إغلاق الحدود لأنه كما نعرف فكرة الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية كسوق اقتصادي مشترك قائمة على حرية الحركة حرية حركة الإنسان وحرية حركة البضائع وعندما قامت دول الاتحاد بدون تنسيق مشترك بإغلاق الحدود قامت بتقديم ضربة ووجعة للتبادل المشترك وحرية التجارة داخل هذا الاتحاد هذا ما يحاول الاقتصاديون الآن تجاوزه عن طريق الإجراءات القومية الألمانية مثلا داخل ألمانيا وقد قامت بتقديم إجراءات دعم كبيرة جدا للشركات الألمانية الصغيرة المتوسطة وأيضا للشركات الكبرى من أجل التقليل من نسبة البطالة والآن يقوم الاقتصاديون الألمان أيضا بالضغط على الحكومة الألمانية لتسريع المتقديم مساعدات لدول غرب جنوب أوروبا لأنه كما نعرف بدون انتعاش اقتصادي في جنوب غرب أوروبا بدون انتعاش بدون قوة شرائية قوية في دول هم جدا ومؤسسة اتحاد الأوروبا مثل إطالة وفرنسا لا يمكن الاقتصاد الألماني أن يتعافى ولا يمكن الاقتصاد الألماني أن يقوم بتصدير منتجاته المطلوبة في هذه الدول لذلك نحن أمام يعني معضلة وأعتقد أن ترتيب البيت الأوروبي في المستقبل تطلب أيضا الاستفادة من هذه الدروس وأيضا العمل على توفير خطط بديلة لمواجهة الإعاقات والتضييقات على حرية التجارة داخل البيت الأوروبي المشترك نعم سيد لؤي بالحديث عن المستقبل القريب العديد من السلطات في عدد من الدول الأوروبية ومن بينها إسبانيا ربما عبرت عن تخوفها من انتكاسة لوباء كورونا مع احتمال دخول العديد من المصابين من الخارج مع فتح الحدود بالطبع يعني ربما هذا من أهم الأسئلة التي تسأل لدينا في الأردن كيف تمت موازنة المحاذير والحاجة الملحة لعودة النقل والقطاعات الانتجية للعمل؟ أعتقد أن التجارب الأخيرة في المائة يوم الماضي تؤكد أن ضرورة الحظر وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وضرورة ترقب أو مراقبة مصدر العدوى أعتقد أن هذا هو السر الهام فيما يتعلق بالسيطرة على سرعة تفشي المرض أو العدوى فيما يتعلق بحرية وعودة حركة السياحة داخل أوروبا أعتقد أن التحاد الأوروبي وقراره وإضا الدول الأوروبية تأخذت قرارات منفصلة عن بعضها ولكن غالبية هذه القرارات تدعو إلى فتح الحدود داخل أوروبا وليست خارج أوروبا لأنه كما نعرف غالبية حالات العدوى التي تسببت في انتشار كوفيد-19 في أوروبا جاءت من خارج أوروبا عن طريق مطارات مفتوحة عن طريق تواصل مباشر مع الصين مع دول منكوبة مع إيران مع دول معينة الآن يحاول الأوروبيين أيضا تطبيق سياسة أطلق عليها تربيع الدائرة وهي سياسة حذر بمعنى العمل على عودة الحياة الطبيعية للإقتصاد ولكن بطريقة تمنع أيضا عودة المرض أو عودة انتشار يعني نحن أمام تحدي كبير وأعتقد أن السلطات الأوروبية الآن تعلمت أكثر من أخطائها قبل مائة عام وتحاول الآن كما قلت الموازنة بين حرية العمل على حرية الاقتصاد والعمل أيضا على فتح مجال السياحة والاقتصاد لذلك أعتقد أن الحذر واجب لكن الخبرات تساهم أيضا في تطوير آليات جديدة تساهم في السيطرة على تفشي الجائحة إذا عادت مرة أخرى وطبعا هذا الأمر غير مستبعد للأسف نعم نتمنى يعني إن شاء الله أن تقوم كل الدول بالسيطرة على هذا الوباء وتعلم من أخطائها أكيد من هذه الدروس المستفادة الكثيرة خبير دي دابليو للشؤون الألمانية والشؤون الأوروبية أيضا شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب